اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في التنسيق ميراء الاخفلي وفي الإخراج ناصر السليمي وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي مع العودة للمدارس البارحة كنا قرينا خبر أن معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهية الصحة في دبي وجه الموارد البشرية وأرسل رسالة لأولياء الأمور بأن يعني أعطاهم الدوام المرن بالنسبة لأولياء الأمور في أول يوم ثلاث ساعات ما بين يعني بداية الدوام أو نهاية الدوام وأيضا أعطى كذلك معاليه رخصة لأولياء الأمور اللي عندهم أبناء أقل من ست سنوات أو أول سنة لهم في الحضانة أو في المدرسة أن بعد كذلك يعطونهم الدوام المرن طيلة الأسبوع أحد الأمهات نموذج عندنا في هيئة الصحة في دبي المفروض تكون معانا في الإذاعة ولكنها آثرت أن هي يعني تبقى مع عيالها خلال الدوام المدرسي عندنا الدكتورة لدى الملة ما أدري إذا اتصلتوا فيها ووجودة على هو معانا مرحبا دكتورة هاليا محمود ما أسمع صوت حشرة صغارية طبعا هديت ومطلعت لأنا ما فوقت قرأت كلم دكتورة يعني أنا أنا ليش أعترت أني أنا أتصل أتصل فيه اليوم ونتي موجودة في المدرسة أدري مع عيالك عيالك وتحاولين أنت أنت تكونين سبورت لهم فأبغي أخذ هذا النموذج أبغي أعرف شو اللي سويتي وأيضا أبغي تكلم عن شعوركم أنتم كموظفات في هيئة الصحة في دبي مع وجود هذا التوجه من قبل معاني المدير العام حميد القطامي وأعطاكم مثل هذه الرخصة طبعا أنت يومين بس باتروا يا أنا في الحلقة إن شاء الله أكيد باتر إن شاء الله بكم وجودة خبريني شو اللي تبغين تقولينه طبعا مثل هالرخصة الجميلة اللي أعطونا إياها في الهيئة شيء وايد جميل خصوصا لما حد يكون عندها أول مرة يجرون المدرسة مثل حالتنا بالعادة في أول يوم ويوميا مرات ثالث ثلاث أيام يعني يكون خائص يبقى أمه تكون معاه حتى لو كان يالي حتى من قبل أن يروح حظانا ومتعود لكن يتم أول يوم لرهبة مثل ما إحنا الكبار لما روح أي مكان يديد يكون في رهبة أول ثاني يوم فوالله شيء جميل ويد يعني يكون معهم أمه الصبح نقعد معهم في الصاف حتى نتعرف على المدرسينهم يعني نعرف المدرسة نحن موجودين ونخبرها مثلا عن طبع الطفل الخاصة أنه كيف يتتواصل بينها وبين المدرسة لأن أحس أهم شيء أنه ولي الأمر لازم يخبر المدرسة أنه كيف يتواصلوا إياها إذا في أي ملاحبات مع الطفل إذا هو حاب يقوم ملاحبات للمدرسة كيف يمكن مثلا يكون في تعاون بالمدرسة وبين ولي الأمر هالأمور موايد مهمة ومو بلس قاعدة في الصف تكون الأمهات تواصل مع المدرسة مع الطاقم الإداري مع الإدارة نفسها عشي يكون في تعاون بين البيت وبين المدرسة طيب حين أنتم ودي منو ذياب ذياب ونوام ثنينتهم ما شاء الله ثنينتهم دكتور أريد أن أتكلم الحين عن يعني وجودك في الصف معهم ضروري وإذا أنا أتذكر يوم الحصارية فارقونا فارقونا ولا ندري يعقب غير من المدرسة والله العظيم ولا حد سوها لنا سالف ولا شي هو محمود هو اختلاف ما هو اختلاف الزمن اختلافنا إحنا كأمهات إحنا أمهاتنا ما شاء الله كانوا قلبهم قوي وعادي عندنا ما عادي خلت روش المدرسة إحنا أحنا عندي عندي هنا تعليق يقول اتذكر على أيامنا أول يوم يوصلونا لبدرسة بطراقات إحنا طبعا الأمهات الجيل تغير إحنا صرنا غير يعني يعني يمكن صرنا متقفين أكثر أو مثلا صرنا رقيقين أكثر يعني لا حرام أول يوم لازم أنا أكون معاه لازم أوقف معاه لازم أمشي معاه لازم أقعد معاه في الطفاق أو شي هو الجيل يتغير التفكير يتغير طبعا رح تقول دائما الأمهات يعني ما في دلع زيادة مثلا يومين كان فيه بعد هذا خلت يصير حتى للثاني صويح ما فيه تلاقي أمهات ثاني بسبوع وقاعدة مع الطفل في المدرسة طبعا هذا ما نشجع عليه لأنه كلمة قاعدتي أكثر كلمة تعلق أكثر كل أول يومين عشا تروحها رهبا بعد هذا خلاص هذا الطفل نعطيه مساحة أنه يتحرف بنفسه على المدرسة من غير وجودنا فهو الله نستوى نرقيقين شاكلنا زيادة عن اللزوم من حين طيب دكتورة عموما نحن يعني نتمناكم التوفيق نتمناكم إن شاء الله يوم دراسي جميل منها بعد تسوي رفرش حق المعلومات مالت إن شاء الله دي الشي شوية زي خلينا نسمع الصراحة الصغرية أبغي شوف كيف الأجواء اللي موجودة داخل سبعينة شي لا لا لحن صرت أنا بعيد أنا قاعدة عند مكتب المديرة ما لكم عشان يعني ما يكون فيه صوت وايد فسلا إن شاء الله إن شاء الله باتر إذا قدرنا ناخذ واحدة من الأمهات الموجودة في المدرسة منتصر فيها أهم نصيحة تبغي أن تقدمينها لي أولياء الأمور دكتورة أهم نصيحة أولا تحضمني هكو المدرسة قبل ما تتدي المدرسة تأكدوا تسألهم كل يوم بعد ما يريد من المدرسة كيف كان يومها شو ساوى فيه أطفال مرات ما يحبوا يتكلمون بس على الأقل أنت تسأل وتهتم وتابعوا معهم يوم بأول وتواصلوا مع المدرسة ضروري ضروري المعلم أو المدرسة لابد تواصلوا معهم عشان يستمتعون بين المدرسة والبيت وتكونون متنقل ببيتك بكل شيء يستمع تطلقكم أو ولدكم في المدرسة جميل طيب نحن نتمنى لكم عام سعيد والله يعينت أنت بعد حين بعد الصغري يدخلون المدرسة ولازم شسمه الدرسينهم كل يوم فما أدري بترقدي من وقت ما بترقدي من وقت الله العالم لكن كل عام أنتم خير دكتورة شكرا لك وانت بالصحة والسلامة شكرا 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 دكتورة طيب نحن ناخذ جولة سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي معانا أيضا عبر الهاتف زميلة واختنا من زمان عادة عنتش أسمي الجناحي صبحت الله بالخير وخبرين شو أهم الأشياء اللي وجودة في السوشال بيديو صبحت الله بني ورسرور وفويم حمود أعد أول ظهر خاص مبروك عليكم العودة والعودة المدارس وعودة المدارس حبينا بس نقول أن على الأشياء اللي وجودة بطير حانية في السوشال ميديا أغلب الجهات والأولياء الأمور يشاركون في ثات هاشتاغات أو هاشتاغين توب ترند موجودين على توتر كانوا أمس اليوم اللي هو العودة للمدارس وعودة الطلاب وطالبات هالوثمين أن كانوا توب ترند يوم إن كان في وائد مصايح جميلة أيضا هي تصحة شاركت أهم نصيحة بس نحب نقول حق الأهالي أن خلي أولياء الأمور يعني يتواصلون مع أبنائهم يحسنهم عن الأنشطة والأشياء الحلوة في بعضهم نسئلونهم عن مثل المواد بس لا لا مو بس عن مواد وواجبات تكلمهم عن أنشطة اللي قاعدة تصير والوسائل الترفيه في المدرسة خليهم حسنهم أن المدرسة مكان فعلا جميل لأن المدرسة مكان فعلا جميل صحيح يعني السنة هذه بعد أن نحن ملاحظين أن مو بمثل السنوات الماضية لا في إيجابية في التعامل مع العودة للمدارس ووايد نحس أن الطلبة مشتاقين نحس أن الأهالي متحمسين يمكن ملو في الإجازة يمكن لا بس أنا أعتقد أن الرسائل الإيجابية اللي كانت من شيوخنا الله يحفظهم مع بداية العام الدراسي أثرت بشكل كبير كذلك على نفسية الناس لأن لم يعني يغرد سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نابر رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي بأن الطلاب هم مستقبل هذا الوطن وهم يقع على عاتقهم يعني الأمل الكبير في حمل راية التنمية والتطوير والتوجه نحو المستقبل فيعطي الطالب مسؤولية أن أنت أنت مم بس طالب في المدرسة لا أنت عدت خدم بلادك في أزل أنت عنصر مهم في تنمية هذا المجتمع وأنت أصلا هم قادة المستقبل قادة المؤسسات المجهات عقب 15 سنوات عقب 10 سنوات صحيح وهذا اللي لازم أولياء الأمور يغرسونه في عيالهم لازم يعني بعض الرسائل هذه اللي تطلع على السوشال ميديا لتركيب المقاطع السلبية عن المدرسة أو عن هذه هذه نتركها يا جماعة الخير لا نحن لازم نغرس في عيالنا مسألة أن الدراسة ضرورية جدا لكنت أنت تحمل على عاتق مسؤولية وطن مو مسؤوليتك أنت بروحك فهذا هذا الهدف اللي نحن نسع له أسما قبل أن أطلع فاصل في شيء تبغي أن تضيفينا نصيحة يومية نصيحة الإيجابية اللي هي النجاح ليس فقط الوصول إلى هدفك ولكنه في نسيرتك لحو هذا العمل وفي جدة العمل أذيق لتبث شكرا لت وإنسان صحة وسعادة شكرا لت أسمى أسمى الجناحي كانت معنا مسؤولة التواصل الاجتماع في أية الصحة في دبي هنا يقول أتمنى أن أرجع لأيام المدرسة وأعيش شعور أول يوم والله كلنا صراحة بس أنا ما أبغي أعيش شعور أول يوم لأن أتذكره كان يوم أتذكر يوم صراحة صحت ياهل ما أمادري عن شيء وساحبين يوم كان يديد وفروري داخل ولا أدري شى السالفة عموما ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل معاكم تذكرون قهوة أم محمد البار حتتكلم عنها إن شاء الله بعد الفاصل ما نتكلم عن هذه القهوة وما نتكلم عن وايد مواضيع مع خطنا إن شاء الله بتكون خصائية التغذية حصة الشيبي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى سمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة إذن برنامجنا يا جماعة الخير ترى هي بعد البث المباشر والمشكلة إن معظم المكالمات اللي تشغل الخط هي مكالمات خاصة بالبث المباشر فحاولوا يا جماعة الخير إن تخصصون الفترة الخاصة بالبث المباشر لأن الجماعة المنسقين اللي موجودين كذلك يعني يطلعون برع الستوديو فما يقدرون يتواصلون معاكم إلا نحن يعني إذا قدرنا حولنا المكالمات إذا ما قدرنا ممكن تروح مكالماتكم أو المسجات حتى كذلك يعني تروح فحاولوا تلتزمون بوقت البث المباشر حين نحن عندنا صحة وسعادة اللي حاب يتداخل معانا على الأرقام ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة نصية على أربعة صفر صفر ستة أم محمد إن شاء الله تسمعينا لأن البارحة كانت تتكلمنا عن قهوتها قهوة نواة التمر وميرا بدوية وما تعرف القهوة هذه هي ما تلتشلحين عليها عموما كانت تقول هل هي مفيدة موضوعنا الرئيسي يعني مع مستهل العام الدراسي ما نتحدث عن التغذية السليمة ووجبة الإفطار بالنسبة للطلاب وكيف نقدر نحقق التوازن الغذائي للطلاب مع خطنا حصة شيبي خصائية التغذية في هيئة صحبة دبي صبحت الله خير حستها صبحت الله بالنور وخوي محمود ومستمعينا الكرام طيب البارحة كانت أم محمد تكلم عن قهوة نواة التمر نقول هل هي زينة ولا لا طبعا هل القهوة نوع ترند يديد نقدر نقول نوع يديد من أنواع القهوة ونوع جديم ترى كان نشار بنا من زمان عند ريال كان يخبرني وعطاني المعلومة بعد كذلك زال الله خير كان يقول أنه لما البن موجود قهوتنا نسويها من نواة التمر هو شي جديم عند العرب البدو أكثر شي بس أنه كدراسات كالبحوث التي نحن نحن نحصلها في بحوث مدروسة هال موضوع يديد ففي دراسات تثبت أن صح قهوة نواة التمر أفضل من القهوة العربية أو الـ بسبب أن القهوة العربية والقهوة العادية فيها نسبة كافيين نعم أما قهوة نواة التمر فتعتبر خالية من الكافيين فمن هالناحية نحن نكون في سيف سايد عن الآثار الجانبية للكافيين اللي هو مضر طبعا للقالب ويعتبر منشط أما يعني في بعد شوية يعني أوكي نحن نقارن القهوة مع القهوة العربية ممكن نلاحظ أن المرارة تكون وائد أقل مقارنتا بالقهوة العادية فالناس اللي يتفضل أن يعني يتشرب القهوة عساس أن تحس بمرارة الشيء ممكن ما يعيبها هالشيء أنا بالصراحة بنفسي ما جربت عن نفسي القهوة ذا ما فيها حموضة الليمون حتى يعني جودة القهوة تبين من حموضتها زين حد من المدمنين القهوة يعني أنا واحد منهم فقلت الجودة تبين لكن في حد ما يقدر يشربها بكافيين ولا شي هذا ممكن يكون خيار جيد بالنسبة لو كانت تدقول أصلا محمد أنا من أشربها هذه الحين رقادي معتدل وموري طيبة عموما إن شاء الله ها يتفضلي أسفة بس مقاطعك شوي بعد حبيت أخبرهم أن قهوة نواة التمر بعد لها فوائد يعني إضافية قرانتها بالقهوة العادية أن فيها مركبات هي الفينول الفلافانويد هالمركبات طبعا هي تعتبر مضادات للأكسادة وممكن أنها تقيم أمراض السرطان وبعض الأمراض الأخرى شو اسمها الفينول شو الفلافانويد والفينول كومباوند مركبات الفينول قوليها خمس مرات وراء بعض لا لا طيب دكتورة نحن موضوعنا الرئيسي اليوم نحن نتكلم عن الوجبة أو التغذية بالنسبة للطلاب فخلينا في البداية نتطرق على همية الغذاء الصحي لطلبة المدارس طبعا طلبة المدارس مهم جدا عندهم التغذية السليمة عشان نحن نقدر نحسن من تحصيلهم الدراسي ونزيد من تركيزهم في الصف وهذا كله يترتب على الغذاء السليم وخصوصا وجبة الفطور لانا لاحظ أن في بعض الأمهات عيالهم يرقدون متأخر فما يواعون هم الصبح من وقت فتحصل الطالب ينشب سرعة يأخذ اللانش بوكس ويطلع من البيت وما يأكل شيء والأم ما تحط في بالها أن الطالب من يروح المدرسة وترى ما يأكل على طول لين الساعة عشر أو عشر ونص لين الفسحة يبدأ عقب ياكل فمهم جدا أن الأم تحاول أنها تعطي يعني تركز على واجبة الفطور قبل المدرسة إذا يعني في أيام طبعا ممكن أنها ما تقدر تتأخر أو شيء على أقل تفاحة حليب كورنفلكس أو شيء يعني أنه خفيف عشان يساعد على أن يركز في الصف وطبعا الحقيبة المدرسية وايد 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 مهمة لأن أنا عن نفسي صراحة يمكن تسير المدرسة ساعات الممي كانت تحطلي يعني هلثي ساندويتش أو يعني شي شي ماي وهذا ساعات كنت أشوف ربيعتي يتيب تشوكلة أو أكل معاها فيعني فمي يعني البيئة المدرسية وايد تأثر على الطالب نفسه لأن الكل يجب يكون عند وعي بهذا الموضوع لأن الطالب إذا شاف يعني خاص الطفل يعني إذا شاف شي عند ربيع ومو موجود عنده يحس أن ممكن بأخذ من عنده حتى لو حاطي لمشروبات غازية لو كذا بأخذ من عنده لأن أنا ما نعيني حارميني منه صح وفي ممكن العكس بعد في ناس أنا عرفهم كانوا يعني عيال حد من أهلنا وتروح المدرسة البنت ترجع اللانش بوكس فاضي بس البنت يعني ما نحس أنها تأكل توزع أكلها وترجع أن هي ماكلة فمهم جدا أن الأم تحرص على أنها تحط الأكل اللي ولدها أو بنتها يحبون عساس أن يأكلون في المدرسة وبعد يعني يستحب إذا ممكن الطالب نفسه يشاركها في ترتيب اللانش بوكس وهذا في بعض الله بسم شفت يعني بعض الشغلات في موضوع الحقيبة الغذائية المدرسية للطلاب كيف أن ممكن أنت تخلي الطفل يرتبط بهذه الحقيبة في توزيع جميل حركات في الأكل الصحي اللي حاطينا على شكل دبدوب ولا على شكل رسومات معينة فهذه ممكن تشجع بعد كذلك الطلبة على هذا التزام بالحقيبة الغذائية هني أريد أسأل عن مكونات الوجبة الصحية كيف ممكن نحن نقول هذه الحقيبة الغذائية مكونات صح طبعا مكونات الحقيبة المدرسية تعتمد على الطبق الصحي نفسها نفس أي وجبة عادية للبالغ سواء كان البالغ أو طفل تتكون من خضروات وفواكه نشويات وبروتينات منتجات الألبان الحليب أو الجبن والماء مهم جدا الماء بعد تقريبا الطالب يحتاج 6 إلى 7 حصاص من نشويات خلال اليوم كله فممكن أن يأخذ حصتين في المدرسة حصتين تقريبا تعادل يعني شريحتين خبز طبقة وحدة طبعا أما الخضروات والفواكه فهو محتاج خمس حصص يوميا ممكن يأخذ مثلا حصة وحدة من الخضروات في المدرسة إذن خس ولا طماط مع الساندويتش والفواكه بعد ممكن يأخذ حصة وحدة معه يعني في اليوم محتاج حصتين تقريبا ممكن أن يأخذ معه تفاحة ولا برتقال ولا وننصح يعني أولياء الأمور أنهم يعني يفضل أنهم يعطونهم فاكهة كاملة بدل ما يعطونهم العصير لأن العصير يحتوي على نسبة سكريات أكثر ونسبة الألياف فيها تكون ويد أقل مقارنة بالفاكهة نفسها جميل المشكلات الصحية اللي ممكن تنتج عن سوء التغذية طبعا ويد مشاكل يعني ويد سنشوف هالشي يزيد في المدارس اللي هو يعني الطلاب قبل يما أنا كنت في المدرسة كنت أشوفهم شوي أطوال أحين أشوف ما شاء الله جريت 12 ولا جريتن ويد قصار يعني ولا فيها الوزن يكون نازل طبعا هالشي يكون بسبة سوء التغذية وبسبة التأثير التأثير البيئي يعني الحين لو بتقارن الحين في مثلا عشر ولا خمستعشر سنة قبل بنلاحظ أن مفهوم التغذية السليمة مفهوم الرياضة مفهوم الجم والخلاص الفت يعني ويد منتشر وفي شيء ثاني بعد منتشر هالفترة اللي هو الأنيميا أو نقص الحديد هذا بسبة طبعا سوء التغذية أو اللجوء للأغذية اللي فيها سعرات حرارية مرتفعة مثلا الشبس الحلويات ولكن تحتوي يعني مو فيها أي فيتامينات ولا معادن ممكن يستفيد منها الطالب وأهم مشكلة السمنة وايد نعاني منها وطبعا كل سنة نحط أهداف أن نحن نزل مستويات السمنة في المدارس وشغالين نحن في الإدارة الحمد لله يعني آخر حصائية شوية على الأقل في بيّنت الجهود أن النسبة شوية انخفضت شوية انخفضت مبوايد إن شاء الله نحن على أمل ننزل هالنسبة لأقل رقم ممكن نقدر نوصل له بعد لازم نحن نعرف أن البدانة السمنة هي مبس عن سوء التغذية بعد بسبة قلة الحركة أو أن الطالب يرجع للبيت يتم يالس يلعب في الآيباد ولا بلاي ستيشن وما يتحرك فيفضل أن أولياء الأمور يشجعون أبنائهم على الحركة أكثر جميل جدا نحن شاكريل تختيحصها ما ندري إذا فيه كلمة أخيرة أو شغلة معين أنت أريد أن توجهينا لجمهور قبل أن نختم معاك هذا اللقاء الجميل بس حبيت أوجه كلمة لأولياء الأمور أنكم أنتوا أولياء أمور المجتمع في المستقبل أنتوا عيالكم الحين هم اللي بيكونوا المجتمع في المستقبل هو الطفلش بيكون هو المعلم بيكون هو الشرطي بيكون هو القائد في المستقبل فضروري جدا أنت تحافظين على سلامته لأن كل شيء يبدأ من الصغر إذا أنت عودتي على أنه يعني يستمر على حياة صحية متوازنة إن شاء الله هالشيء بيتمع في المستقبل شكرا لك الدكتور أنا يقول أحمد الحياوي في الأول يستخدمون نواة التمر والمحلب والسعد هاي شو السعد هذي تعرفينها ميرا أنت خبيرتي التراثية ما تعرفين ناصر تعرف يعني السعد أنا ما عارف يمكن لها اسم تاني صح عموما هذه الأشياء بدأ للقاء تعرفين شو يعني السعد دكتورة والليمكان أنا قراها غلط ما أدري المهم عموما شاكري لك أحمد شكرا لك دكتورة حصة الشيبي اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي ونطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله بيكون معانا الدكتور حامد يحيي حسين اختصاصي أول ومعاون مدير صحة المدارس والمؤسسات التعليمية في هيئة الصحة بدبي ما نتكلم عن شغلات مهمة في الصحة المدرسية بس هني هني بس قبل أطلع فاصل سامح نعاد ناصر دكتورة على السريع هني تسأل تقول أن بنتي تحب تلعب وتروح للجيم لكن وزنها غير من البنات في ما فهنت في الفصل هي وبعدين تقول تقول لي ليش أنا موبة ضعيفة ما أعسر يعني هذه لازم تشوفين فيها دكتور لأن تقول هي وائد هلثي يمكن ما ندري أحيانا في بالفعل في ناس ممكن أن يلتزمون بأكل صحي ويروحون يسوون رياضة لكن مع ذلك صح في بعض الفحصات مهمة لنسويها إذا شفنا أن الطالب يسوي رياضة وملتزم بالأكل الصحي ولكن وزنه هو مش طائع ينزل فنسوي فحص بعض الهرمونات جميل طيب هنا بعد أبغي أتطرق لمسألة في رياضات الجم أعتقد مبوايد مستحبة لأطفال أو الطلاب في المدارس لين سبعة تأش تمنتعشر سنة ممكن شوي يدخل الجم ويبني العضلات هذه لأنه في طور النمو أعتقد يعني ما أبغي أفتي وايد بس في رياضات أخرى ممكن تفيد الطلبة أكثر فاصل وراجعين أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم والله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا 600 55 14 14 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 متواصلين معاكم حول الموضوع الرئيسي بالنسبة لأن نحن مع بداية العام الدراسي اللي هو الصحة المدرسية طبعا ينضم لي في الستوديو الدكتور حامد يحيح حسين اختصاصي أول معاون مدير صحة المدرس والمؤسسات التعليمية في هيئة الصحة في دبي صبح كل الله بالخير دكتور وكل عام أنت طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور نحن قبل أن ندخل في موضوع لأن البرنامج دائما نقول هو للجمهور وأي استفساريين نعطي الأولوية في الطرح يقول هنا أحد المتابعين كيف نستطيع ضمان بقاء الطعام طازجا ومن الممكن تناوله بعد ساعات من بقائه في اللانش بوكس يقصد وكان قبل باعث يقول الأم والأب على الدراية كافية بنوعية وكمية الطعام الذي يجب أن يزود به أبنائه لليوم الدراسة ولكن يجب التحدث عن الجو الحار الذي يفسد ذلك الطعام حين يود الطفل تناوله أنا استطيع أن أطمن الأخ السائل والجمهور بشكل عام أن الطعام ممكن أن يحافظ على قيمته الصحية ويكون بعيد عن التلوث لفترة تمتد من 6 إلى 8 ساعات فمعناه إذا الطفل أخذ الطعام معه صباحا ممكن أن يكون صالح للاستهلاك حتى نهاية الدوام خاصة إذا يكون هو فيه لانش بوكس ومحفوظ يعني الخطر أنه يكون معرض مباشرة للشمس الحار وللهواء الملوث إذا هو موجود في اللانش بوكس ممكن يحافظ على قيمته الصحية وعدم تلوثه لفترة تمتد إلى نهاية الدوام في المدرسة فخلي يطمئن في هذا يحن بداية الحلقة تصل في دكتورة ندى كانت في المدرسة ويعني في وسط الأجواء هذه الدراسية فدكتور شو هي الطريقة المثلة اللي ممكن نحن نحفز أبنائنا على الانتظام بالدوام المدرسي وخاصة الأطفال في سن الروضة يعني توهم داخلين تمام العودة إلى المدارس هو انتقال بين طبيعة بين حياتين ذات طبيعة مختلفة يعني بالنسبة للطلبة اللي هم أساسا من تضمين في المدرسة يعيشون فترة العطلة راح يركنون إلى نمط معين من الحياة ولذلك ميرجعون إلى مدرسة فرح تتغير عليهم هذا النمط وبالنسبة للأطفال اللي تحقون لأول مرة في المدارس أيضا راح يواجهون بيئة جديدة ونمط حياة جديد فبالحقيقة عملية التكييف لنمط الحياة الجديدة يراد لها وعي من الأباء ونضع لها برنامج صحيح على الأقل يمتد إلى كم يوم أو سبوع أو سبوعين قبل بداية الدوام نبدأ انهيئ ذهنية الضالب ونبدأ انهيئئ عاداته وتقاليده وطريقة نومه والتزامات يعني أثناء فترة العطلة والالتزامات الجديدة هذه كلها يجب أن نتحدث عنها ويجب أنه هي الطلبة لها حتى لا يتفاجون في عملية الانتقال إلى بيئة جديدة وإلى متطلبات جديدة ونمط حياة جديد فهذه العملية يعني رادلها حقيقة مثادرة من الآباء وتهيئ في بيئة المنزل إلى أنه يجب علينا الاستعداد للالتحاق بالمدرسة وما تتطلبه المدرسة من تفاصيل لحياة يومية ومن شروط ومن التزامات جديدة تختلفان التزامات فترة العطلة واحدة من أهم الأشياء التي يعني تشغل بال أولياء الأمور هي الأمراض المعدية في المدرسة بالنسبة لأطفالهم تعرف أنت دكتور يعني أحيانا المرض يبتدي من الطفل ويسحب على البيت كله أنزين فكيف ممكن نحن يعني انتقف الطفل وانتقف الأولياء الأمور أنهم يحاولون يغرسون مثل بعض السلوكيات الوقائية عند الطفل في هذه المسألة وأيضا بتطرق بعد ذلك دكتور إلى التطعيمات الواجب يعني إعطائها للطالب مع الدخول إلى المدرسة تمام هذا سؤال مهم جدا لأنه بيئة المدرسة هي بيئة شديدة الاكتظاف بالسكان يعني مجموعة كبيرة من الطلبة في مكان وزمان واحد وهذا يعرض يعني يخلي هذه البيئة ذات خطورة عالية في موضوع الأمراض المعدية لأنه أي حالة مرض معدي موجود بين الطلبة في إمكانية أن ينتقل هذا المرض إلى آخرين بسرعة فائقة ولذلك إحنا يعني دائما نأكد على موضوع الوقاية والوقاية من الأمراض المعدية هو موضوع أساسي جدا وعلى كل الآباء والعوائل والأساتذة والكادر التدريسي وكل العاملين في بيئة المدرسة أن يتقفون على موضوع الوقاية يعني واحدة من أهم أسباب الوقاية هو ما يسمى بالنظافة الشخصية ونظافة الأيدي ونظافة البيئة يعني النظافة موضوع يعني واحدة من المفاتيح الأساسية في موضوع الوقاية بالنسبة للأعمار الصغيرة وحتى الأعمار المتقدمة نحن نؤكد على موضوع النظافة الأيدي الهاند هايجين هذا موضوع مهم جدا لأنه واحدة من أسباب انتقال الأمراض هو الانتقال عن طريق الأيدي يعني يجي شخص مصاب ويمسك يمسك الباب يمسك الكمبيوتر يمسك أي جهاز آخر ينقل الجراثيم إلى هذا الجهاز يجي شخص آخر يخلي إيده مرة أخرى وفينتقل وهكذا فالهاند هايجين يعني النظافة الأيدي وبالتالي النظافة الشخصية بشكل عام ونضافة بيئة المدرسة كلها وحده من المفاتيحة الأساسية اللي ممكن أن تكسر ما يسمى بسلسلة انتقال العدوى لأن المرض المعدي في سلسلة انتقال فإحنا إذا قدرنا نكسر سلسلة انتقال العدوى في أي نقطة من هذه السلسلة ممكن أن نقضي على موضوع انتقال المرض المعدي في داخل بيئة المدرسة جميل بالنسبة للتطعيمات دكتور التطعيمات بعد وحدة من الاستراتيجيات الأساسية في القضاء على الأمراض المعدية وهذه واحدة من أهم الإنجازات اللي وصلت لها البشرية عبر المئتين سنة الماضية أستطيع أن أقول هي التطعيمات اللي أنه التطعيمات تمنح جسم الطالب وجسم الإنسان بشكل عام قدرة على المناعة وقدرة على مقاومة المرض المعدي وفي عندنا إحنا تطعيمات خاصة بالطلبة المدارس في عندنا جدول خاصة بطلبة المدارس اللي هو جزء من البرنامج الوطني للتطعيمات المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه التطعيمات في عندنا عدد من التطعيمات تشمل التطعيم ضد جدري والتطعيم ضد يعني والتيكين بوكس والديتي بي والتي دي بي والميزلز وهذه اللي هي الحصبة والخناق والحصبة الألمانية والجدري والقزاز وغيرها اللي هي معروفة للجميع معروفة لكل الجمهور وهذه تعطى وفق استحقاقات لفترات زمنية معينة حسب الأعمار يعني ممكن نحن ندخل بالتفاصيل لكن بشكل عام نستطيع أن نؤكد أنه التلقيحات مهمة جدا ونحث الآباء أن يساعدون على على أن يأخذون أبنائهم هذه التلقيحات لأنها ضمانة أكيدة للحفاظ على صحتهم من الأمراض المعدية الفتاكة جميل طيب دكتور الأمراض المزمنة في أنها مداخلة الأمراض المزمنة دكتور يعني هاجس عند يمكن المنظومة التعليمية من جهة وأيضا أولياء الأمور اللي يعانون أطفاله من بعض الأمراض المزمنة وكذلك بالنسبة للطفل نفسه أنا أقصد المنظومة التعليمية المعلم والمعلمة والمدرسة ككل فهني كيف ممكن نتعامل مع الطلبة اللي عندهم أمراض مزمنة الأمراض المزمنة بعد هذه وحدة من وشو الجهود اللي توفرها هيت الصحة أصلا في هذا المجال نحن نتحدث عن أمراض المزمنة نتحدث عن شيئين أساسيين أولا الطلبة اللي عندهم أمراض مزمنة كيف ممكن يعيش داخل بيئة المدرسة والموضوع الآخر الثاني نحن كيف أصلا نمنع حدوث الأمراض المزمنة بين طلبة المدرسة في شكل عام لأن الأمراض المزمنة تأتي من شيء اسمه النان هيلثي لايف ستايل اللي هي أنماط الحياة غير الصحية اللي يمارسها عدد كبير جدا من الطلبة للأسف اللي تتعلق بالغذاء غذائر الصحي تتعلق بقلة النشاط الحركي تتعلق باستخدام بعض الأدوية أو التدخين أو غير ذلك هذه كلها أنماط حياة غير صحية إحنا إذا استطعنا أن نحتوي أنماط الحياة غير الصحية ونخلي طلبتنا وأبنائنا يعيشون أنماط حياة صحية رح نتفادى حدوث الأمراض المزمنة بالمستقبل هذا موضوع حدنا بيه برنامج حيئة الصحة في دبي عدها بيها برنامج كبير جدا وعدها شراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتنفذ برنامج طموح لتعزيز الحياة الصحية بين أبنائنا الطلبة وهي ضمن استراتيجية هيئة الصحة واحد المقصد الرئيسي في الاستراتيجية نقدر نتحدث عنه بشكل كبير ومسهب وعدنا تفاصيل كثيرة جدا قد لا يتسعى الوقت الآن لتحديث عنه صحيح نحن نريد أن نتطرغ للمواضيع بشكل عام لأن كل موضوع يحتاج حلقة لوحدة صحيح طيب دكتور الدعم النفسي والاجتماع اللي ممكن نحن نقدمه لأبنائنا الطلبة تمام واحدة من أولويات الصحة المدرسية فيها الصحة في دبي هو الاهتمام بالصحة النفسية للطالب الصحة النفسية الآن أصبحت وحدة من المتطلبات الأساسية للطالب لكي يعيش حياة آمنة ومستقرة ومبدعة وهذا بالتالي رح ينعكس على أداء الأكاديمي نحن كل ما نستثمر في صحة الطالب كل ما نستثمر في الإجوكيشن في التعليم أيضا لأنه هناك ارتباط وثيق جدا بين الصحة وبين الأداء الأكاديمي الطلبة اللي يتمتعون بصحة عالية يتفوقون في الدراسة ويبدعون في الدراسة أيضا ولذلك واحدة من الأشياء الرئيسية اللي نستثمر نحن فيها في صحة الطلبة هي الرعاية النفسية فلدينا برنامج طموح ما يسمى بالساكتوري اللي هي الاستشارات النفسية والدعم النفسي والدعم الاجتماعي وفيه مستشارين نفسيين في المدارس فيه مستشارين اجتماعيين في المدارس وفيه عدنا أيضا برنامج تتولى هيئة الصحة في دبي الديرة بشكل كامل داخل بيئة المدرسية يتعلق بالتشخيص المبكر في هذه الحالات بالتعاطي مع هذه الحالات بتحويل هذه الحالات برعايتها يعني فيه برنامج واسع وبيه تفاصيل كثيرة أيضا يتعلق في موضوع الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة داخل بيئة المدرسة يقول هنا محمد لبلوشي يسأل متى تبدأ انتشار أو متى يبدأ انتشار الأمراض المزمنة أكثر عند الطلبة هل بالصيفة أو بالشتاء هذا واحد؟ أنا أريد أكد شيء بموضوع الأمراض المزمنة الأمراض المزمنة قسمها يعني قسم يأتي بطريقة تأثير الوراثي يعني قسم الأطفال فجأة يعني أحد عنده سكر عنده سكر نحن ما نتكلم عن الجانب الوراث نحن نتحدث عن الأمراض التي تخلقها الأنماط الحياة غير الصحية أو التعرض إلى مثلا الأمراض الربو التعرض إلى البيئة الملوثة إلى الأتربة إلى الغبار إلى آخره هذه اللي ممكن نتفادها هذه اللي تهمنا كثير جدا لأنه المفروض إحنا نثقف الطلبة على كيفية تفادي العوامل التي تؤدي الأمراض المزمنة هذا المهم جدا الأشياء الوراثية إحنا هذا موضوع قد يكون خارج دينا بنسيطر عليه لكن العوامل اللي ممكن إحنا نسيطر عليها في تفادي الأمراض المزمنة هذا هو مهم جدا وهذه أهم العوامل هذه هو الاهتمام بالغذاء الاهتمام بالنشاط الحركي اهتمام باستثمار الأوقات بالشكل صحيح يعني وابتعاد عن العادات السيئة وعن التدخين وعن غير ذلك هذه العوامل إذا قدرنا إحنا نعززها في ذهنية الطلبة وفي حياتهم مفردات حياتهم اليومية أنا متأكد مئة بالمئة أنه رح نصل إلى مجتمع سليم إلى حد ما أو بنسب كبيرة أنه هو صحي وسليم جميل هنا في سؤال من علي يقول هناك أربع مشاكل صحية رئيسية تواجهة طلبة المدارس وهي تتضمن صحة الفم السمنة سوء التغذية القلق السمنة وسوء التغذية القلق والاكتئاب التدخين كيف يمكن رفع مستوى التوعية للطلاب بخصوص هذه الأمراض وشكرا لكم في برنامج في هيئة صحفي دوية تطبق برنامج يسمى بالكوردينيز سكول هيلد بروغرام اللي هو البرنامج الصحة المدرسية الموحد الشامل وحدة من عناصر يتكون من ثمن عناصر وحدة من عناصر هذه البرنامج هو التثقيف الصحي والتغيير السلوكي للطلاب هذا برنامج مهم وهذه وحدة من مكونات هذا البرنامج وفيه ممارسات وفعاليات ومبادرات وأنشطة كثيرة جدا تنفذها هيئة الصحة من خلال فريق الصحة المدرسية وتنفذها هيئة الصحة على مستوى مدارس دبي على مستوى مدارس دبي من خلال إقامة شراكات مع شركاء الحكومين ومع شركاء القطاع الخاص فيه عندنا الآن بحدود 30 شراكة مع القطاع الخاص وعندنا حوالي 10 شراكات مع دبي سبورت كاونسل وهو مجلس دبي الرياضي مع البلدية مع شرطة دبي مع هيئة المعرفة مع هيئة المعرفة نفذ برنامج طموح جدا في موضوع التثقيف الصحي والتغيير السلوكي للطلاب جميل النظافة في المدارس مشكلة يعني فيه إهمال هو ما بس نظافة اليد دي جد مشكلة المنظومة التعليمية لازم يكون على جميع مساعدة أنا أعتقد والله هما يعتمدون يعني عندنا في دبي ودولة الإمارات بشكل عام يعتمدون دكتور عملية تنظيف المدارس بشكل كبير وتوفير بيئة صحية في المدرسة ولكن أحيانا سوء الاستخدام من قبل البعض ممكن يكون غير جيد في عملية توفير هذه البيئة بالشكل السليم لماذا لا يتم دراج الصحة المدرسية في مناهج التعليم وهل يوجد ورش تعريفية ضمن المناهج الدراسية أنت ذكرت هذا الموضوع دكتور من خلال البرامج اللي أنت تكلمت تبغي تضيف شيء على هذا المدرس تخال مفاهيم الصحة المدرسية والصحة بكل أنواعها الصحة النفسية والصحة البدنية على أيامنا كانوا يعطونا دكتور نحن نتذكر يعني فيه كلاسات خاصة بغسل اليد ويعني فيه دروس خاصة كانوا يعطونا إياها بس علشان الواحد تعزز عنده مسألة تنظيف الفم صحة الفم غسل اليد وكذا كانت فيه حصص وضمن المنهج الدراسي أعتقد تمام موجود الآن ضمن الحصصص موجودة قسم ضمن العلوم موجودة بشكل أو بآخر ومع هذا فيه برنامج موازئ لها تنفذ حيئة الصحة في دبي من خلال قسم الصحة المدرسية ومن خلال عيادات المتشرة في المدارس فيما يخص هذا الموضوع جهودكم كبيرة دكتور ويقع على عاتقكم سورية ضخمة في إنشاء هذا الجيل بشكل صحي لأنه من خلال يعني كانت تذكر حصة قبل الفاصل أن هؤلاء هم مستقبل الوطن فيجب أن نحافظ على صحتهم عمونا دكتور رح نشاكري لك هذا التواجد ويعني إذا بيسمح لي ناصر لأسباقه في ثلاثين ثانية كلمة أخيرة تبغي تقولها الكلمة أخيرة أحنا نأكد كثير جدا على الشراكات مع العوائل ومعها الآباء يعني إحنا يدا بيد معهم ممكن نصل إلى نتاء جيدة جدا تنعكس على صحة أبنائهم وتنعكس على أداهم الأكاديمي بعيدا عنهم ما يقدر نستوي شيء فإحنا ندعو كل العوائل والآباء والموجودين في دبي الآن أن يتعاونون مع هيئة الصحة ومع قسم الصحة المدرسية لتنفيذ كل البرامج الطموحة التي ستنتقل بصحة أبنائهم وبتعليمهم إلى مستويات متقدمة جميل دكتور حامد يحيي حسين خصائي أول معاون مدير صحة المدارس والمؤسسات التعليمية في هيئة الصحة بدبي نحن شاكرين لك هذا التواجد ولنا لقاءات إن شاء الله في المستقبل في العديد من المواضيع لأن كل المحاولة طرحنا مستمعين الكرام يعني كانت محاور تصرح لحلقات كاملة متخصصة فيها فنحن حاولنا نعطج بشكل سريع على هذه المسألة شكرا الدكتور حامد قبل أختم بعد كذلك جماعة الخير الله يخليكم يعني نظافة اليدين عند الطفل هذه حاولوا تعززونها بشكل كبير يعطس لا يحط يديه على ثمه خلوه يعطس هنا ما بين المنطقات يسمونه دكتور هنا الكوع مرفق اليد هذه مسألة وايد مهمة هذه واحد من الشغلات ينظف يديه اليدين يمكن ما بغي حط نسبة من عندي لكن نسبة كبيرة جدا من الأمراض ممكن تنتقل عن طريق اليدين عموما نحن شكري لكم شكرا لتشميرا لإغفالي كانت معنا في التنسيق وفي الأخراج ناصر السليمي وهذه تحياتي محددكم حمود يوسف العديو حتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي